استكمالاً للجهود المكثفة التي تبزلها القوات المسلحة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء أعلن المتحدث العسكري محاصرة وتدمير عدد من البؤري التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية وعشر المتحدث العسكري إلى مقتل أربعة عناصر إرهابية وتدمير ثلاث عربات دفع ربعي وعدد من الأوكار بالأضافة إلى ضبط كميات من الأسلحة والذخائر استكمالاً للجهود المكثفة التي تبذلها القوات المسلحة في توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء تم محاصرة وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذها وتنفيذ عملياتها الإرهابية وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية حيث نجحت القوات الجوية في تدمير ثلاث عربات دفع ربعي وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية في تنفيذ مخططاتها كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعي مموهة تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة قواتنا عثر بداخلها على اثنين أربي جي وتلات رشاش متعدد ومسدس وستين طلق أنواع كما تم مقتل أربعة أفراد تكفيريين وتم التحفظ على جثث القتل الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف وعدد من الأجولة تحتوي على مادة شديدة لانفجار TNT ودوائر كهربائية معدة للتفجير وكميات كبيرة من مواد الإعاشة وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحواسب هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لضحر الإرهاب وملاحقته على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة بعزيمة لا تلين وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والاستقرار لشعب مصر العظيم اشتركوا في القناة